صباح الخير أعزائي المتابعين الكرام اليوم حلقة جديدة حلقتنا اليوم مختلفة اليوم ناخذكم جولة في مدينة باطوفا مدينة باطوفا هي أحدى مدن محفظة دوك تقع هذه البلدة على بعد 30 كم شرق مدينة زاخو وعلى بعد مسافة 45 كم من الحدود العراقية التركية يبلغ تعداد سكان بلدة باطوفا حوالي 25 ألف نسمة تقع البلدة على سهل السندي يمتهن أغلب سكان بلدة باطوفا بالنشاط الزراعي وتربية المواشي وأيضا بالأعمال التجارية من أهم معالم الجذب السياحي في بلدة باطوفا هو مزار زنبيل فروش واللي ما يعرف عن زنبيل فروش هو زنبيل فروش هو أسطورة من أساطير التراثية المحكية لأهل المنطقة يعني أهل المنطقة الزاخو باطوفا هذه المناطق عندهم أساطير وزنبيل فروش اسم شخصية من الشخصيات التراثية الفلكلورية شلو قصة عنطرة وعبلة وقايس وليلة مثل هذه القصص الحب والعشق قصة حب تراثية يعني قصة حب أسطورية إحنا سا داخل بلدة باطوفا أعطيكم نابدة عن قصة زنبيل فروش زنبيل فروش هو بائع السلال بالترجم المالتة باع السلال هذا شنو هذا مو اسمه حقيقي اما ليش سميه بباع السلال حشرح لكم القصة هو شخص ما معرف اسمه بالتحديث شنو اسمه بالضبط لان كل مصدر يقول اسمه شكل احناسه قبل ان نكمل الحكاية احناسه متجهين الى مدينة زاخو هذا الطريق المؤدي الى مدينة زاخو نفسه هو اللي يعدي الى مزار زنبي الفروش يقع مزار زنبي الفروش على بعد اربعة كلمتر غرب مدينة باطوفا والطريق المؤدي من مدينة باطوفا الى مزار زنبي الفروش الطريق سايد واحد فقط ومسافة مثل ما قلت لكم اربعة كلمتر يعني الطريق ضايق مثل ما انتم شايفينه نتمنى من الحكومة المحلية ان تعمل توسعة هذا الطريق يعني طريق يصير به شوي اهتمام احناسه رح نحكي لكم عن قصة زنبي الفروش احناسه في مزار زنبي الفروش نرجع لقصتنا زنبي الفروش هو شخص او بائع السلال هو شخص ابن احد الامراء امراء المنطقة ما كان راضي عن حكم والده وما كان يعني يحب والده لان والده كان انسان ظالم فهرب من مدينة والده وتنكر يعني غير اسمه وقام ينتهن بيبيع السلال وقام ينتقل من مدينة الى مدينة ويبيع السلال في احد المرات وفي زيارته لاحد المدن احبت زوجة احد الامراء فهي زوجة الامير دعتها الى القصر فلما دعتها الى القصر زوجة الامير احبت احبت الولد اللي هو بيع السلال فهذا الولد بيع السلال راضي يهرب منها فما شاف مفر فرمى نفسه من على القلعة فاصيب الجروح وتكسير فظل يهرب 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 على الموصل الى هذه المنطقة فتوفيه توفيه عن بعد يوم او يومين ودفن بهذه المنطقة للأسف الشديد مثل ما انتم شايفين المنطقة او المزار يعاني من الاهمال الشديد يعني انا شفت تقارير عن اوزباكستان وعن المزارات الشخصيات الفلكلورية والاسطورية فالتراث الاوزباكي يعني صار بها اهتمام كلش كبير والناس لما تزور هذه المزارات تدفع فلوس وهم صار يعني شغل لأهل المنطقة يعني ما اعرف ليش هذا المكان مهمل يعني دارة السياحة الدوك او دارة السياحة الزاخو او دارة السياحة باطوفة يعني هاملين هذا المكان هذا المكان مفروض يكون مكان جذب سياحي مفروض ان يصير اهتمام تنظيف يرمموه يعني شوف التقارير عندما تدخل المزارات السياحية في اوزباكستان راح تشوفون الشخصيات الاسطورية او الشخصيات الفلكلورية او الشعراء او الشخصيات يعني هذي المكان الواحد في اوزباكستان يريد يدخلها بفلوس يدفع فلوس مبالاش يعني يالت احنا اماكن سياحية هم يصيبها ايج اهتمام يعني ليش احنا ادنا اماكن سياحية وتظل تعاني من الهمال يعني مثل ما شايفينها يعني اعتقد نصف اهل المنطقة ما يعرفون هذا ما زار زنبيل الفروش يعني اتمنى اتمنى في الختام ان الحلقة تعجبكم واذا عندكم اي سؤال استفسار اذكروا لي بالتعليقات وتقبلوا مني خلاص التحيات والمحبة مع السلامة باي باي